شددت ميليشيا الحوث الإرهابية من حصارها الذي تفرضه على عدة قرى في منطقة الجاهلية بمديرية همدان شمال الصنعاء منذ نحو أربعين يوما ونقلت مصادر محلية إن الميليشيا استقدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات واستحدثت نقاطا جديدة في محيط المنطقة مشددة الحصار الذي تفرضه منذ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الفائت وحتى اللحظة في سياق آخر تواصل جماعة الميليشيا الحوثية حصارا تفرضه على منزل الحاج محمد أحمد الحاوري في قرية بيت بشر بمنطقة الجاهلية منذ أربعة أيام على الرغم من أن المنزل خال سوى من النساء والأطفال والذين يعيشون وسط رعب من إجرام الميليشيا الحوثية التي تحاصر المنزل وذكرت المصادر أن الميليشيا توعدت النساء والأطفال الذين في المنزل بأن عليهم الخروج منه وتسليمه لعناصرها مالا فإنها ستتقدم أو سستقدم قوات نسائية ممن يعرف بالزينبيات لاقتحام المنزل يشار إلى أن مالك المنزل هو الحاج محمد الحاوري أحد أبطال ثورة سبتمبر 1962 ضد الحكم الإمامي البائد ويقول الأهالي إن الميليشيا الحوثية تسهرف منزله انتقاما منه لمواقفه ضد الحكم الإمامي وموقفه الرافض للميليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة